السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخي الصالي الأطفالي بالبشير في حلقة جديدة سيكون موضوعها حول علامات التوحد عند الأطفال الصغار والردع سنحاول أن نتطرق إلى ونحاول أن نعرف الوالدين إلى ما هي العلامات التي تظهر عند الأطفال والردع التي ممكن أن تساعدك في معرفة إن كان طفلك يعاني من التوحد أو لا وبالتالي تقوم بإجراء اختبار وفحص عند أخصاء الأورتفوني وتساعد أو تساهم في أن يتم التكفل بطفلك في شكل أبكر نذكر أن معظم الأباء يركزون على توفير فقط الاحتياجات الأساسية لأطفالهم مثل التأكد من حصولهم على الطعام النوم الرعاية والإشراف والحب وإدارة هذه المهام كلها هي وظيفة بحد ذاتها وظيفة بدوام كامل لكن من المهم أيضا أن يركز الوالدين على ملاحظة سلوك طفلهم بما في ذلك سلوك من حيث المهارات التي تكون لديهم المهارات الاجتماعية والمهارات التواصلية فالاختلاف في هذه المهارات هي من صمات الإصابة بالتوحد يمكن أن تتطور هذه المهارات في إطار زمني واسع بحيث أنها ممكن تحتاج إلى وقت حتى تكتمل هذه المهارات وتظهر بالشكل المناسب لكن دائما إذا لاحظت أي شيء يبدو مقلقا فمن الأفضل أن تتواصل مع الأخصة الأورتوفونية من أجل إجراء التقييم وفحص لطفلك بشكل روتيني نذكر أن الطفل دائما قد يتطور وفقا لسرعته الخاصة لذا لا يعني ألبط في تطوير المهارات هذه بالضرورة أن الطفل مصاب بالتوحد ومع ذلك فأنت أفضل من يعرف طفلك أنت كأب أو أم أنت الذي يعرف طفله بشكل جيد لذا إذا لاحظت أي علامات تتير قلقك أو تشك في أن طفلك قد يكون مصاب بالتوحد فمن المهم دائما أن تراجع الأخصة الأورتوفونية من أجل إجراء التقييمات والفحصات الضرورية ومن أجل إجراء التدخل المبكر للطفل دائما نقول أنه على الأقل يتم إجراء فحص أو اختبار للتوحد عندما يبلغ الطفل 18 ممكن أن لا يتجاوز 24 شهرا يعني العامي أن لا يتجاوزها وأن يتم إجراء فحص أو اختبار للتوحد في هذا العمر بالتحديد ذلك لتجنب أو فلنقول من أجل أن يكون هناك تكفل مبكر بالطفل وبالتالي تكون هناك نتائج مرضية للوالدين قبل كل شيء سنحاول أن نتطرق وأن نتعرف على ما هو اضطراب طيف التوحد ما هو هذا المفهوم وهل هو مرض أو لا والعديد من المعلومات الأخرى التي على الأقل يجب على الوالدين أن يكونوا على دراية بها اضطراب طيف التوحد وهو إعاقة تطورية عصبية نركز على هذا الأمر اضطراب طيف التوحد هو إعاقة تطورية عصبية تتضمن مجموعة واسعة من الأعراض تؤثر على كيفية رؤية الناس للعالم من حولهم فكل طفل مصاب بإضطراب طيف التوحد هو فريد من نوعه وقد يحتاج إلى مستويات وأنواع مختلفة من التدخلات أو العلاجات يتطور كل طفل أيضا بشكل مختلف وبمعدلات مختلفة وقد يشمل اضطراب طيف التوحد اختلاف في الأساليب الاتصال والمهارات الاجتماعية والتنظيم الداتي وشدة الاهتمامات وتكرار سلوكيات معينة سنذكركم أيضا سنحاول أن نركز على هذه النقطة يتطور كل الطفل أيضا بشكل مختلف وبمعدلات مختلفة وقد يشمل اضطراب طيف التوحد الاختلافات في يعني أن اضطراب طيف التوحد في معرفة إن كان الطفل مصاب بإضطراب طيف التوحد أو لا نركز على الاختلافات في هذه المهارات وهي أساليب الاتصال تكون مختلفة عن الأطفال العادية المهارات الاجتماعية الثانية أيضا هي تكون مختلفة التنظيم الداتي وشدة الاهتمامات وتكرار سلوكيات معينة بهذه المجالات أو المهارات الأربعة يمكن أن تلاحظ أن هناك اختلاف عن الأطفال العادية لذلك أركز دائما على أساليب الاتصال التي يستخدمها الطفل مهاراته الاجتماعية هل هي مثل أي طفل عادي التنظيم الداتي وتكرار سلوكيات معينة بشكل مختلف عن الأطفال العادية الطيارة الطيف التواحد هو مجموعة متنوعة من السمات والسلوكيات التي كانت توصف بأنها حالات مختلفة بمعنى أن الطيارة الطيف التواحد هو مجموعة من السمات والسلوكيات تدخل تحت قبة الطيارة الطيف التواحد في بعض الأعوام السابقة كانت توصف هذه السلوكيات وهذه الاطرابات كانت توصف على أنها بشكل منعزل لم تكن تحت مظلة الترابطي في التواحد نذكر منها متلازمة أصبرش والتي كانت قائمة على علم تحسين النسل فهذا هو أحد أسباب وجود مجموعة متنولة من السمات التي تقع تحت مظلة الترابطي في التواحد تختلف جدة وممزيج السمات بالإضافة إلى الحاجة إلى الدعم بشكل كبير حسب كل فرد وحسب كل طفل لذلك يعتقد الباحث أن هناك عوامل ويرتية وغير ويرتية تساهم في اضطراب طيف التواحد فهو اضطراب طيف التواحد هو ليس بمرض وإنما هو يمكن أن نقول اضطراب متشاعب عصبيا يعني ببساطة أنك تختبر العالم بشكل مختلف عن الآخرين تشير التقديرات إلى أن 1 إلى 2% من السكان مصابون بإضطراب طيف التواحد قد يكون من الصعب اكتشاف التواحد عند الأطفال فالعلامات عادة لا تكون واضحة خاصة للأشخاص العاديين حتى يكبر الأطفال ومع ذلك فإن عدم وجود ومع ذلك فواحد من بعض الأعراض التي يمكن أن تلاحظ عند الأطفال الصغار والرودة عدم وجود ابتسام اجتماعي عندما يكون عمر الطفل على الأقل 6 أشهر يعني أن الطفل لا يبتسم معك لا يضحك إضلاحة هذا الأعراض فبنسبة كبيرة ممكن هو واحد من الأعراض التي يمكن أن تساعدك في اكتشاف إن كان الطفل يعاني من التواحد أو لا وبالإضافة إلى ذلك قد يلاحظ أيضا أنه من الصعب ممارس لعب مع طفلهم الصغير يعني أن الطفل لا يحاول اللعب لا تكون لديه الرغبة في اللعب مع الولدين أو مع طفل آخر دائما تلاحظ أن اللعب يكون اللعب فقط مع نفسه يلعب مع نفسه فقط لا يلعب معك لا يلعب لا يحاول اكتشاف الأشياء الجديدة فهذه بعض من العالمات أيضا التي تساعدك في اكتشاف تحديد إن كان الطفل مصاب بالتواحد أو لا وذكرنا علامتين وهو عدم الارتسامة أو الضحك أو الابتسامة مع الأشخاص الآخرين أو يعني عدم وجود ابتسامة أو ضحك العلامة الثانية وهو اللعب يكون دائما لعب فقط مع نفسه لا يلعب مع الولدين لا يلعب مع أطفال آخرين لا تكون لديه مشاكل أنه فقط يلعب مع نفسه هذه العلامة الثانية التي ذكرناها والعلامة الثالثة أنه تلاحظ أن الطفل دائما لا يصدر أصوات أو طرطرة أو تلك الكلمة الأصوات التي لا تكون لها معنى فقط دائما تراها صامتا أو ساكتا بشكل مخيف يعني حيث أنك حتى الطرطرة التي تكون عند الأطفال الصغير عند الأطفال الصغار لا تلاحظها لذلك هذه العلامة يجب أن تركز عليها وأيضا من العلامات الأخرى أيضا وأنك ستلاحظ أن هناك تراجع في التطور من حيث فقدان اللغة أو المهارات الاجتماعية هذه العلامة الرابعة من العلامة الخامسة وهو أن الطفل دائما يبتعد عن التواصل الجسدي بحيث لا يحاول أن يعانق مثلا الوالدين لا يعانق مثلا أطفال آخرين لا يقوم بتقبيل مثلا الوالدين يعني يحاول دائما أن يبتعد عن التواصل الجسدي مع الأشخاص الآخرين هذه العلامة الخامسة والعلامة السادسة الاتصال بالعينين مع الوالدين أو مع الأشخاص الآخرين يكون ضعيف جدا يعني أنه لا يستطيع الاستمرار في أن تكون هناك تواصل بالعينين مع الوالدين أو مع الأشخاص الآخرين هذه العلامة السادسة ومن العلامة السابعة لا يلاحظ متى يأتي الناس أو يذهبون وخصوصا مع الوالدين أو مع أشخاص آخرين فدائما تجده أنه ليس مهتما بإن كان هناك أشخاص جديدين قد مثلا أتوا إلى المنزل أو قد ذهبوا أو مثلا إن كان الوالدين قد ذهبوا أو لا فتلاحظ هنا مشكلة وهذه العلامة السابعة يعني ذكرنا أن كل هذه العلامات يمكن أن تساعد الوالدين في معرفة إن كان الطفل مصاب بإضطراب طيف التوحد أو أن الطفل في حاجة إلى إجراء تقييم أو اختبار للتوحد من أجل التأكد إن كان الطفل مصاب بإضطراب طيف التوحد أو لا سنهاول دائما أن نذكركم بهذه العلامات والتي تشمل علامات أنه هل يمكن أن الطفل مصاب يحتاج إلى تقييم من أجل تحديد إن كان الطفل مصاب بإضطراب طيف التوحد أو لا تشمل هذه العلامات المشاركة دائما تكون محدودة في اللعب خصوصا في اللعب الجماعي ودائما يكون هناك تأشير محدود وخصوصا استخدام الرموز أو الإشارات الغير اللغوية يكون غير معتاد دائما تلاحظ أن الطفل يحاول أن يجدب الوالدين أو بالنسبة هي الوالدين أن يحاول أن يجدب الوالدين من أجل أخذ شيء ما بدلا من أن يحاول الإشارة إلى ذلك الشيء فدائما تراه أنه لا يحاول استخدام الإشارات بشكل كبير بدل من ذلك يجدب الأم أو الأب إلى حيث المكان أو الشيء الذي يريد أن يأخذه أو يحتاجه وأيضا قد تلاحظ من بعض العلامات أن الأمر يستغرق وقت طويل لجد انتباه الطفل أو عند منادته دائما ترى أنه عندما تنادي الطفل بإسمه أو تحاول أن تجدب انتباهه لا تستغرق وقت طويل جدا ولا يستجيب بشكل فوري وإنما ستحتاج وقت طويل ممكن عشر دقائق أو أكثر حتى يستجيب الطفلك أو ينتبه لك وأيضا من بعض العلامات التي سنضيفها وهي أنه دائما ترى أنه يلعب بيديه أو حركات يقوم ببعض الحركات بيديه أو أصابع يديه دائما يركز على ملاحظة على أصابع يديه دائما أيضا تلاحظ أنه يقوم ببعض الحركات الغير عادية في اليدين أو الأصبع ويمشي دائما على أصابع قدميه أو دائما تلاحظ أنه ينام على الأرض بشكل كبير يحاول دائما عندما تكون الأرض باردة تراها مثلا أنه ينام على الأرض الباردة وكل هذه العلامات التي ذكرناها هي العلامات التي تبدأ منذ سن عندما يكون الطفل رضيعا إلى حد العامين فهذه الأعراض ستلاحظها على طول هذه عمر الطفل من أن يكون صغير رضيع إلى حد أن يبلغ العامين عندما تتجاوز مرحلة العامين وتكون هذه العلامات مازالت مستمرة فهنا الطفل بنسبة 80-70% أو 90% أنه الطفل مصاب بإتراطيث التوحد لذلك نحن نذكر الولدين على هذه العلامات أنه يجب ملاحظة هذه العلامات قبل أن يبلغ الطفل عامين أو عام ونصف على الأقل فهذه الملاحظة هذه العلامات قبل بلغ الطفل عامين ستساعد في على الأقل أنك تتوجه إلى الأخصاء الأرتفوني أو أخصاء علاج النطقة أو أخصاء التخاطب نفس المصطلحات لنفس الشخص هو أخصاء أرتفوني من أجل على الأقل أنك تجري اختبار وستقييم وفحص لقدرات تفلك ومعرفة إن كان مصاب بالتوحد أو لا وبالتالي تحدد ما هو مستوى سيساعدك على الأقل مستوى في تحديد مستوى التوحد لديه المستوى الأول أو المستوى الثاني أو المستوى الثالث وبالتالي يكون إجراء تحديد خطة علاجية أو خطة تكفل مناسبة للطفل بشكل أبكر وبالتالي تكون النتائج تكون سارعة وبالتالي يكون التكفل أو تدخل مبكر جدا لذلك دائما حاولوا التركيز على هذه العلامات التي ذكرناها قبل أن يبلغ الطفل عامين في هذا الثياق هناك عدة أبحاث مهمة تظهر أن الأطفال المصابين بالتوحد يمكن تشخيصهم بدقة حتى عمر 14 شهر يعني حتى قبل أن يبلغ الطفل عامين يمكن أن يشخص الطفل بشكل دقيق لكن في هذه الأبحاث بعض الآباء ذكروا أنهم قد اشتبهوا في وقت مبكر من 14 شهرا في وقت أبكر من ذلك وأخرون لم يلاحظوا هذه العلامات إلا بعد ذلك بكثير يعني الأمر ليس بشكل دقيق وإنما معظم الأبحاث وجدت أنه في سن 14 شهر إلى 24 شهرا يمكن أن يشخص الطفل إن كان مصاب بالتوحد بشكل دقيق أو لا وفي معظم الأبحاث التي تجرى حديثا يمكن حتى الآن أنه يشخص الطفل أو ما عرفت إن كان مصاب بالتوحد بشكل أبكر من 14 شهرا وبالتالي كما قلنا أنه المدة التي يجب على الأقل أن تلاحظ إن كان الطفل لديه هذه العلامات والتي ستساعدك في إجراء التشخيص بشكل مبكر هي على الأقل أن تكون ما بين عمر 14 إلى 24 شهرا وبالتالي لا يكون على الأقل يمكن أن تلاحظ هذه العلامات قبل أن يتجاوز عمر الطفل 24 شهرا يعني عامين قبل أن يتجاوز عمر الطفل عامين يجب على الأقل أن تحدد فقط استخدم على الأقل حدد قائمة ومراجع كل العلامات التي ذكرناها وإن رأيت على الأقل من 6 أو حد 8 علامات لم تظهر فهنا ليست لديه توحد إن رأيت أن هناك 6 علامات ظهرت لديه أو أكثر على الأقل 6 علامات كما قلنا إن كانت ظهرت عند الطفل 6 علامات من العلامات التي ذكرناها فما فوق فهنا التجلب في حاجة إلى إجراء التشخيص فوري وإختبار فوري لإضراب طيف التوحد عند الأخصة الأرطفون إن لاحظت أن لم تظهر عند الطفل 6 علامات مما ذكرناها فالطفل ليس في حاجة إلى إجراء اختبار للتوحد كل العلامات التي ذكرناها هي علامات تساعدك في معرفة إن كان الطفل مصاب بإضراب طيف التوحد وتساعدك في إجراء تشخيص وإختبار للتراب طيف التوحد لكن في بعض الأحيان توجد بعض العلامات التي تكون متداخلة مع التوحد ومع اضطرابات أخرى ويكون من الصعب خصوصا على الآباء تحديد إن كان هناك إن كانت هذه العلامات هي علامة التوحد أو علامات ممكن إضراب آخر يكون مشابه لإضراب طيف التوحد فعلى سبيل المثال قد يكون هذا الأطفال الذين يعانون من تأخر في نمو المهارات الاجتماعية يعني أن المهارات الاجتماعية تكون متأخرة ولا تنمو بالشكل المطلوب ويمكن أن يعتقد الأباء أن هذه هي أعراض أو علامات التوحد وقد يعاني أيضا بعض الأطفال من تأخر في الكلام وقد يربطها بعض الناس أو بعض الأولياء بعلامات من علامات التوحد والعديد من الأعراض التي يمكن أن تشابه التوحد ولكن لا تكون هي من علامات التوحد لذلك نحن دائما ننصح الوالدين على الأقل عندما يبلغ الطفل 12 شهرا العام الأول يحاول دائما أن يجري بشكل روتيني اختبار أو فحص عند الأخصة الأرطفونية من أجل تأكيد إن كان هناك علامات للتوحد أو ممكن علامات لتأخر في النطق أو تأخر اللغة أو علامات لإترابات أخرى وبالتالي تساعدك في التكفل بشكل مبكر بهذا الإترابات فالتدخل المبكر يمكن أن يوفر تشخيص مبكر والوصول مبكر إلى التدخل فالتدخل المبكر يمكن أن يساعدك في تحقيق من كاسب جيدة من حيث المهارات وتطور قدرات الطفل وكما ذكرنا دائما أن هذه العلامات يجب على الأقل أن تأخذها بعين الاعتبار بصفتك الأب أو أم الطفل دائما نذكر بهذه العلامات وبعض من العلامات يجب على الأقل أن تضعها في قائمة وعندما يبلغ الطفل الأقل 18 شهرا العام فما فوق حاول دائما أن تلاحظ هذه العلامات وتسجيلها إن رأيت أن هذه العلامات استمرت منذ بلغ الطفل عام إلى عامين إن استمرت هذه العلامات في الظهور على الأقل 6 علامات مما ذكرناها سابقا إن استمرت هذه فهنا يحتاج أن تتوجع إلى الأخصة الأورتفوني من أجل إجراء اختبار للتواحد نذكركم دائما أن هذه العلامات لا تترك الطفل أن يبلغ على الأقل عامين وأنت لم تقم بإجراء على الأقل اختبارات للتواحد أو تلاحظ هذه العلامات لا تترك الطفل يبلغ عمره عامين فما فوق وأنت لم تجري الأقل فحوصات أو اختبارات عند الأخصة الأورتفوني أو عن طبيب الأطفال أو الأخصة النفسية هذه العلامات التي ذكرناها وكلها سندكرها بعد قليل بشكل بسيط إن لاحظتها عند طفلك فهي علامات تساعدك بشكل كبير في تحديد إن كان الطفل يحتاج إلى إجراء اختبارات أو فحص من أجل معرفة إن كان مصاب بالتواحد أو لا هذه العلامات لا تؤكد بالضرورة على أن الطفل مصاب بالتواحد وإنما في بعض الأحيان قد تكون هذه العلامات مشابهة لعلامات لدى اترابات أخرى فبالتالي أنت هذه العلامات مثل الإندار أنه يجب عليك أن تتوجه إلى أخصة الأورتفوني فهو من سيقوم بتحديد إن كانت هذه العلامات هي علامات التواحد بشكل دقيق وبالتالي إجراء تشخيصات وفحوصات دقيقة وتحديد ما هو المستوى التواحد الذي عند الطفل المستوى الأول أو الثاني أو الثالث هذا التحديد المستوى يساعدكم في إجراء أو فنقول في تحضير خطة التكفر المناسبة التي تناسب الطفل فخطة العلاج لا تكون متشابهة وإنما تختلف من طفل لأخر حسب قدراته وحسب مستوى التواحد الذي لديه دائما نذكركم العلامات التي ذكرناها والتي هي عدم ظهور الابتسام عندما يبلغ الطفل على أقل لمدة 6 أشهر إن كان لا يبتسم الطفل لا يضحك العلامة الثانية دائما لا يترتر لا يقول كلام ذلك الكلام كلام الطفل الذي يكون غير مفهوم تلاحظ أنه دائما صامت بشكل مخيف عدم استخدام أصوات غير مفهومة لا يكرر من بعدك لا يكرر مثلا آخر صوت من الكلامات التي قلتها وأيضا تلاحظ تراجع في التطور المكتسبة التي اكتسبها من فقدان للغة أو المهارات الاجتماعية والعلامة الأخرى أيضا الابتعاد دائما عن التواصل الجسدي لا يحب أن يتواصل جسديا لا يعانق لا يقبل الوالدين أو الأم أو الأب أو إخوته أو أشخاص آخرين المقربين إليه وأيضا من العلامة الأخرى تجنب الاتصال بالعينين مع الوالدين أو مع الأطفال الآخرين أو مع المقربين منه دائما يبتعد عن التواصل من خلال العينين لا يلاحظ دائما من يأتي ومن يذهب دائما كأنه ليس معك وأنه منعزل عن العالم بشكلتان فلا يلاحظ عندما تذهب الأب عندما يذهب الأب أو الأم أو عندما يأتي أشخاص آخرين إلى المنزل أو عندما يذهب الأطفال يعني لا يلاحظ الأشخاص الذين يأتون ويدهبون وأيضا تكون هناك مجاركة محدودة للطفل في اللاعب الجماعي فتلاحظ أنه لا يحب اللاعب تلاحظ أنه لا يحب اللاعب الجماعي ودائما يلعب مع نفسه لا يلعب بشكل الجماعي مع الأطفال ومع الوالدين أيضا وأيضا من العلامة الأخرى أيضا التأشير يكون لا يقوم بالتأشير على الأشياء التي يريدها دائما يقوم بالجذب أو أن يحاول أن يجذب الوالدين أو الوالدين إلى الشيء الذي يريده ولا يستخدم الإشارة فلا يقوم بالإشارة إلى الشيء الذي يريده ودائما تلاحظ أيضا من العلامات الأخرى أنه جذب انتباه الطفل يستغلق وقت طويل عندما تقوم بمنادة الطفل باسمه أو دائما أن ناديت الطفل دائما لا يستجب لك بشكل فواري وإنما يحتاج إلى وقت طويل حتى يستطيع أن يأتي إليك ومن بعض العلامات الأخرى أيضا يركز فقط على أصابع يديه يمشي بحركة تغير عادية على أصابع أقدامه ينام على الأرض دائما عندما تكون الأرض باردة ينام عليها أيضا تلاحظ أن تأخر في الكلام وتأخر في إصدار الأصوات كل هذه العلامات التي ذكرناها على الأقل يجب أن نلاحظها الوالدين قبل أن يبلغ الطفل عامين أو عام عام أو عامين يعني ننصح الوالدين الأقل أن يسجلوا هذه العلامات في ورقة وأن يلاحظوا إن كانت هذه الأعراض أو العلامات تنطبق على ولدهم إن كانت على الأقل ست من هذه العلامات تنطبق على ولدهم فهنا أنت في حاجة بشكل فوري إلى إجراء تشخيص أو اختبار عند المختص الأرتفوني من أجل تحديد إن كان المصاب بإضطراب وقد يكون من المقلق أن تعتقد أن طفلك قد يكون مصاب بإضطراب في النمو أو إعاقة دهنية أو إضطراب في طيف التواحد لكن ببساطة فإن دماغ طفلك يعمل ويتصرف بشكل مختلف عن الأشخاص الذي يكون أشخاص طبيعيين أو متحدثين فإذا رأيك أن طفلك مصاب بالتواحد في وقت مبكر يمكن أن يفيد طفلك ويساعد على تربيته على أساس فهم ما هو إضطراب طيف التواحد وما هو الأشياء التي يمكن أن تساعده وفي النهاية كل طفل مصاب بالتواحد أو يكون مصاب بالتواحد لديه مواهب ولديه عجوب وجماله لمشاركته مع العالم نتمنى أن الموضوع اليوم قد أفادكم بشكل جيد ونذكركم دائما أنه حاول التركيز على هذه العلامات التي ذكرناها التي يمكن أن تظهر في سن مبكر عند الأطفال فهذه العلامات التي ذكرناها ليست بالضرورة على تأكيد على أن الطفل مصاب بالتواحد وإنما هذه العلامات تذكركم على أنه يجب أن تتواصل بشكل روتيني مع الأخصاء الأرطفوني من أجل تقييم وفحص للطفل إن كان مصاب بالترابط في التواحد أو لا هذا فقط موضوعنا لليوم نتمنى أن يكون الموضوع قد يساعدكم ويساعد في اكتشاف الإضطرابات التي ممكن أن تكون عند الطفل وبالتالي يكون هناك تكفل بشكل مبكر وبالتالي تحصل على النتائج التي تريدها بإذن الله نشهركم على حسن الاستماع ونذكركم أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب تيك توك وإنستغرام وإلى اللقاء في مواضيع أخرى بإذن الله